هذا الفيديو رقم ثلاثة فيما يخص قراءة تحليلية اقتصادية لقانون استثمار الجديد القانون 22-18 سوف نتطرق فيه إلى المراصيم المتبقية وهي ثلث مراصيم المرصوم الأول هو 22-301 المرصوم الثاني 22-302 وكذلك المرصوم 22-303 المرصوم 22-301 يحدد البلديات التي تحتاج إلى رعاية خاصة من طرف الدولة في إطار نظام المناطق المرصوم الثاني وهو مرصوم 22-302 يتحدث عن كيفية تأهيل الاستثمارات أو إعادة تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكذلك يتحدث على كيفية حساب فترة مزايا الاستغلال أو الإعفاءات الجبائية والمرصوم الآخير وهو مرصوم 22-303 يتحدث على كيفية متابعة المستثمرين الغير ملتزمين بقوانين الاستثمار المرصوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ دائما في 8 سبتمبر 2022 والذي يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية قاصة في مجال الاستثمار يعني في الحقيقة هذا المرصوم لم يأتي بشيء الكثير إنما صناف هذه المناطق إلى ثلاث مجموعات وهي البلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير هذا يحدد البلديات اللي راهي في بلدية الوجب ترقيتها لتكون فيه الهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير البلديات التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من طرف الدولة كذلك كين مجموعة من البلديات تقدر تكون في الشمال في الجزائر في وهران في تلمسان تقدر تكون في الواسط في الجنوب إلى آخره ثالث البلديات اللي تمتلك إمكانيات من المورد الطبيعية القابلة للثمين يعني اللي عندها إمكانيات من المورد الطبيعية دي كاريير معادن إلى آخره فكذلك يحدد المرسوم يعني قائمة لكل مجموعة أو كل صنف من هذه الثلاث مجموعات واللي حب يعني يشوف هذه البلديات يعود للمرسوم التنفيذي رقم 22301 ويحدد في الجريدة الرسمية العدد 60 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022 المرسوم التنفيذي 22302 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 والذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفية الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم هذا المرسوم يتحدث أولاً عن الاستثمارات المهيكلة ومعاييرها ويتحدث كذلك على شيء مهم جداً وهي فطرة المزايا الاستغلال أي فطرة الإعفاء الجبائي خلال مرحلة الاستغلال أولاً نبدأ بالاستثمارات المهيكلة ما هي الاستثمارات المهيكلة؟ حسب القانون استثمار الجديد 2218 فإن الاستثمارات المهيكلة هي الاستثمارات ذات القدرة على إنشاء مناصب شغل وتساهم كذلك في إحلال الواردات معناها تقوم بإنتاج السلع والخدامات اللي كنا نستوردوها من قبل تنويع الصادرات أي تساهم في الصادرات وكذلك اقتناء التكنولوجيا وحسن الأدام معناها تجيب لنا التكنولوجيا من الخارج وتجيب لنا صفوار فا والشرط اللي لجم تتوفر في هذه المؤسسات أو هذه الاستثمارات هي أنه مبلغ الاستثمار يكون يفوق 10 ملاير دينار ومستوى التوظيف أو عدد مناصب الشغل التي يتم إنشاءها لازم تكون تفوت 500 منصب شغل ففي الحقيقة واشنه من الاستثمارات المهيكلة؟ الاستثمارات المهيكلة هي عبارة عن استثمارات كانت موجودة في السابق كانت موجودة في السابق وخدمت واستفادت من المزايا الجبائية في القوانين السابقة إلى أنه اليوم يتم إعادة تأهيلها من أجل ماذا؟ من أجل أنها تصبح مؤسسات كبيرة وقدر على مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية لذلك تم وضع معايير من أجل تأهيلها وهي المعاري التي تكرن عليها وأهم شرطين هي أنه المبلغ الاستثمار تحيكون أكثر من 10 ملاير دينار وتوظف أو تنشئ مناصب شغل تفوت الـ 500 منصب شغل يعني لما نحسبوا مناصب شغل نحسبوها من بداية عملية تأهيل ما نحسبوش المناصب اللي كانوا عندها في السابق هذا فيما يخص الاستثمارات المهيكلة ثانياً مزايا الاستغلال وفترة الإعفاء الجبائي بالحقيقة فيما يخص المزايا الجبائية تحدثنا في السابق في السابق وقلنا أنه المزايا الجبائية كان مزايا فترة الإنشاء وكان مزايا فترة الاستغلال وكان حتى مزايا فترة توسع لذلك السم 이쪽 أسمeous شilation توepher ACC三 . ما هذا يnośćberg' مراحل الإنشاء감이 تعلمها أم أن المستثمر ق Dr Wyntgy التعلي، تحتاج إلى حلوق الضخطات والهاية التعليقات التي سن Civ þ . فهذه المرحلة يستفيد conception من مزايا الجبائية على رأسها الرسم على القيمة الموضافة لا تيفي Fra لذلك يكون معثى من لا تيفي Fra على هذه الالات التي تدخل مباشرة في الاستغلال فالالة هذه يشرحها صان تيفي jealous إذا شرى شاحينة يشرحها صان تيفيا إذا شرى سيارة موجهة يعني الاستغلال المؤسسة كذلك يشرحها صان تيفي يستفيد كذلك من إعثاء على الرسم العقارئ لا تاوس فونسيار لا تاوس فونسيار على الوزين ولا على شركة تاعه ولا المؤسسة تاعة وكذلك يستفيد من عقود التأسيس يعني الرسوم على عقود التأسيس يعني الرسوم على تسجيل هذا وكذلك ما يدفعهم مش هذي في مرحلة الإنشاء أما هنا تحثوه على مرحلة الاستغلال معناه تحديد فترة الإعفاء الجبائي في مرحلة الاستغلال الآن مرحلة الاستغلال واش نهام؟ هي لما يبدأ في الإنتاج لما يبدأ في الإنتاج هنا يبدأ يتحصل على إعفاء على واش؟ على الضاربة على أربع شركة ما يخلصش ليبيا سيكون معفا منها وكذلك لا يدفع لا تيابي ولا لا تاب لا تاكسيو الاكتيفتي بروفيسيون لو رسمها للنشاط الميهني اللي هو يحسب في حدود 2 ولا قانون الجديد 1.5 بالمئة من الرقم الأعمال هذه هي الإعفاءات لمرحلة الاستغلال الآن لكن لكن في الحقيقة ما يقدرش يتحصل المستثمر على مزايا مرحلة الاستغلال إلا بعدها تحرير محظر معاينة الدخول في الاستغلال ما يقوم باستغلال في السابق في السابق في سنوات 2017-2013 حتى 2020 كانت إدارة الضرائب إدارة الجبائية هما يقوموا بتحرير هذا المحظر أما حاليا في الوكالة الجزائري ترقية استثمار هي المكلفة بتحرير هذا المحظر وهي محظر المعاينة وشنوه محظر المعاينة؟ المستثمر لما يشري الآلات سواء شراء استثمار يعني بصفة جزئية مثلا مستثمر عنده في الاستثمار عندما سجله سجل فيه ثلث آلات وشاحناتين هذا هو الاستثمار لما يشري آلة مثلا يشري آلة ويشري شاحنة هذا العام لازم عليه يروح يخبر الوكالة من أجل القيام بمحظر المعاينة فهنا الوكالة تجيب عاونين من الوكالة يخرجوا ويشوفوا الاستثمار هذا يشوفوا هالآلة موجودة بالفاتور التحة بالمواصف التحة كذلك نفس الشيء بالنسبة لشاحنة معناه يشوفوا الفاتور التحة ويشوفوا المواصف التحة يتأكدوا بأنه هذا المستثمر شراء الاستثمار وفي كل ما يشري استثمار يروح يطلب يعني محظرة المعاينة لكن هنا المستثمر عنده خيار عنده خيار وشوى إذا حب لما يشري الاستثمار الجزئي الأول معناه يشري آلة ويشري شاحنة حب يدخل مباشرة في الإنتاج معناه يبدأ الإنتاج داعه ويبدأ يكونسومي لزا فونتاج داعه معناه يطلب هنا بأنه الواكلة الجزائية ترقية ديستات تبدأ تحسب له فترة المزايا إذا ما حبش يبدأ الآن فهو حر يشري جميع الاستثمار ويبدأ في الإنتاج ويبدأ ويحسب له فترة المزايا الجبائية هذا على اختياره لكن لازم بينشير لا يتعدى فترة الإنجاز اللي هدرنا عليها في المرسومين السابقين وقلنا أنه فترة الإنجاز لازم تكون ما بين ثلث سنوات إلى خمس سنوات مع إمكانية الحصول على التمديد لسنتين إضافيتين هذا فيما يخص يعني المزايا الجبائية هذا فيما يخص بالنسبة لفترة الإعفاء أي فترة المزايا الاستغلال ففي السابق في السابق كانت تحدد تقريبا نقوله جوزافيا يعني الوكالة يعني الوكالة في ذلك الوقت لوندي الوكالة الوطنية لتورد الاستثمار هي اللي كانت تحددها بناء على نوع الاستثمار أو حجم الاستثمار فيعطيلك إما ثلث سنوات إعفاء وإما خمس سنوات إعفاء أما حاليا فتم وضع في القانون الجديد هذا شبكة للتقييم دقيقة يتم تقييم من خلالها فترة المزايا الجبائية فنجد أنه ربما يكون مستثمرين عندهم نفس المبلغ الاستثمار في نفس المنطقة إلى أنه استثمار الأول يتحصل مثلا الخمس سنوات مدة الإعفاء والاستثمار الثاني تحصل على سبع سنوات أو عشر سنوات هذا يتوقف على مجموعة من المعايير إذن بالنسبة لفترة الإعفاء فترة مزايا الاستغلال فهي تتحدد وفقا لكل نظام كل نظام ما معناه نظام المناطق نظام القطاعات ولا نظام الاستمارات المهيكلة لهي أنظمة المزايا الجبائية تحدثنا عليها في السبب بناء على مجموعة من معايير تملك أوزان مرجحة وعدد من النقاط هناك معايير لكل نظام نظام المناطق عنده معايير خاصة به نظام القطاعات عنده معايير خاصة به ونظام الاستثمارات المهيكلة عنده معايير خاصة به وكل معايير عنده معامل مرجحة وزن مرجحة حسب أهميته أنا باش نفهمه أكثر بعد نشوفه يعني مثال فمثلا إذا حكمنا الاستثمارات المهيكلة نلقوا هناك مجموعة من المعايير مثلا من ضمن هذا المعايير نذكر كان معايير توظيف يعني وش حال الاستثمار هذا وش حال نشأ من المنصب شغل وعليه تحصل على مجموعة النقاط والوزن تحت توظيف يعني معامل توظيف هو اثنين أما معامل تكنولوجيا عنده وزن أكبر لهو ثلاثة ومعامل البيئة عنده وزن واحد فعندنا معايير توظيف معايير تكنولوجيا معايير البيئة معايير الأموال الخاصة إلى حجم الاستثمارات كذلك عنده وزن معين فنضربه النقطة تعكل معايير في المعامل التحا يعطينا عدد النقاط ويتم بهذه الطريقة جمع مجموعة النقاط لكل معايير ويوضعها في جدول لتقييم النتائج قلنا يتم جمع عدد نقاط ما تحصل عليها بالنسبة لكل معيار وتكون فترة الإعفاء هذه محددة بمجموع النقاط التي تحصل عليه الاستثمار والتي يقابلها سنوات الإعفاء في كل مرحلة والتي تتراوح بين ثلث سنوات وعشر سنوات معناه مرحلة الإعفاء تراوح ما بين ثلث سنوات وعشر سنوات بناء على مجموع النقاط من أنظيمة المزايا الجبائية ولذلك لفهم أكثر نشوف الجدول الآتي والذي يوضح مثال للاستثمارات المهيكلة خذينا معيار معين هو معيار توضيف باش نشوفه كيف يتم حساب عدد النقاط كيف يتم حساب عدد النقاط ويتم جمعها بعد ذلك في جدول نهائي وهو جدول للتقييم النهائي ليحدد لنا فترة هذه المزايا أو الإحفاءات الجبائية هنشوفه جدول يمثل الجدول الآتي عدد النقاط والوزن المرجح لعمعيار التوظيف في الاستثمارات المهيكلة نحن حكمنا نظام الأنظمة وهو الاستثمارات المهيكلة الاستثمارات المهيكلة فيها عدة معايير فيها معيار التوظيف فيها معيار التكنولوجيا فيها معيار نسبة الأموال الخاصة للإستثمارات فيها معيار البيئة هذه المعايير كلها كل معايير عنده عدد من النقاط وعنده وزن مرجح أو معامل خذينا الآن مثال التوظيف التوظيف مثلاً الاستثمارات وش عندنا في الجدول مستوى الوظائف المستحداثة وش حال من وظيفة تم استحداثها في هذا الاستثمار النقطة التي تقبلوا المعامل الوزن هذا تعال التوظيف مثلاً توظيف عنده المعامل الثنين وزن مرجح الثنين تكنولوجيا ثلاثة البيئة واحد معيار البيئة واحد النقطة النهائية يعطيها لنا بضرب النقطة في المعامل تعطينا مثلاً 2 في 2 يساوي 4 4 في 2 يساوي 8 6 في 12 إذن مستوى الوظائف المستحداثة إذا كان هذا الاستثمار استحدث ما بين 500 منصب شغل و700 منصب شغل يتحصل على 2 نيقاط ينضربوها في معامل التوظيف لهو 2 يصبح لنا ربع نيقاط نهاية حصار بنيقاط إذا كان مستوى الوظائف لأنشأها هذا الاستثمار وما بين 700 و800 يعطينا 4 نيقاط 4 في 2 إذا كان ما بين 98 و900 منصب شغل يعطينا 6 نيقاط 6 في 2 12 إلى آخر إذا كان المستوى التوظيف أكثر من ألف عندنا 10 نيقاط في 2 يعطينا 20 يتم جمع عدد النيقاط متحصل عليها في كل جدول أي في كل معيار إذن يتم جمع عدد نيقاط التي تم الحصول عليها في كل معيار ويتم وضعها في جدول نهائي وهو جدول تقييم فترة الإعفاء اللي هي فترة أو مرحلة الاستغلال فالجدول التالي يمثل عدد النيقاط وفترة الإعفاء أي فترة مرحلة الاستغلال التي يستفيد فيها المستثمر من الإعفاءات إذا كان عدد النيقاط أقل يساوي 30 معناها جمعنا العدد مجموع الإنقاط لكل معيار وقينها أقل من 30 أقل أو تساوي 30 فترة الاعفاءات تحدث بخمس سنوات إذا كانت عدد النيقاط ويساوي 40 فترة الاعفاءات تتحدث بسة سنوات إذا كانت عدد نيقاط أقل ويساوي 58 وjukس سنوات ثم ثم سنوات إذا كانت عدد النيقاط أقل من 72 وكettes سنوات إذا كانت أقل أو يساوي استثمانين وأخيرا عشر سنوات إذا كانت مجموعة عدد النقاط المتحصل عليها بالنسبة لمجموعة المعايير يكون فوق استثمانين هنا المستثمر يتحصل على عشر سنوات كمرحلة للمزايا الجبائية أو مرحلة الإعفاءات خلال مرحلة أو فترة الإعفاءات خلال مرحلة الاستغلال وأخيرا جاء المرسوم التنفيذي 22303 المؤرخ دائما في 8 سبتمبر 2022 والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب باتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر هذا المرسوم وضع جملة من المهام الرقبية لكل إدارة خصوصا خلال فترة الاستغلال ومدى التزام المكتتب أو المستثمر بتعهداته التي نال بموجبها الامتيازات المختلفة معناها أنه هنا يبين هذا المرسوم مهام كل إدارة في متابعة المستثمرين الغير ملتزمين المستثمر اللي ما يلتزم مش بالقوانين اللي جات في هذا في هذا القانون ولا المواد اللي جوا في هذا القانون الجديد قانون الاستثمار الجديد هنا لازم كل إدارة يعني يكون عندها ردفعل تجاه هذا المستثمر يعني بتطبيق مختلف العقوبات أو الغرامات إلى آخر فمثلا إدارة الضرائب إدارة الضرائب يعني تدخل في حالة أنه المستثمر ما يقومش ب مثلا إدارة صريحات الجبائية مثلا إدارة نسبة تقدم في في الإنجاز الاستمارة تاعه هنا تحت طائلة تسترجع المزايا الجبائية معناها توقف له المزايا الجبائية وتطلبه بش يسترجع المزايا الجبائية فهذا المرسوم يتحدث خلال مرحلة الاستغلال معناه خلال مرحلة الاستغلال لازم الإدارة تابع هذا المستثمر وكل إدارة مثلا نظامان أو نقوله أملاك الدولة أملاك الدولة أعطات عقار المستثمر من أجل أن يستثمر فيه وبذلك خلال فترة الاستغلال يجب أن يعني إدارة أملاك الدولة تابع هذا المستثمر هل العقار هذا يعني رو يستخدم فيه أو رو يستغلوا ثانيا هل يستغلوا في نفس الاستثمار اللي يسجلوا لدى الوكالة الجزائرية لترقيق الاستثمار هل هذا العقار مباعوش ولا كراه الجهة أخرى فهذا يعني الالتزامات الإدارة توجاه المستثمر كذلك التأمينات مثلا التابع المستثمر من ناحية عدد العمال هل المستثمر خلال مرحلة الاستغلال ما زالوا يملك نفس العدد اللي يصرح به من العمال لأنه بعض المستثمرين يصرح بعدد عمال كبير من أجل الحصول على المزايا الجبائية ثم بعدها يقوم بتسريح أولى العمال وهذه من مهام إدارة التأمينات إذن من خلال ما تم عرضه يعني في كل ثلاث فيديوهات التي تكلمنا فيها نستنتج بأن قانون الاستثمار الجديد جاء من أجل أولا حماية المستثمرين حماية المستثمرين من ناحية البيروقراطية الإدارية خاصة ثانيا تحسين مناخ الاستثمار تحسين مناخ الاستثمار وهذه الأرض من خلال أجهزة الجديدة لاستحدثتها لوكال الجزائرية الترقية الاستثمار وهو الشباك الواحد المركزي لمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وخاصة كذلك المنصة الرقمية المستثمر جاءت من أجل مساعدة المستثمرين مساعدة كبيرة وكذلك للترويج لفرص الاستثمار في الجزائر كما جاء هذا القانون كذلك بجديد آخر وهو تقسيم جديد المزايا الجبائية وكذلك وضع شبكات قيمية لتحديد فترة الإعفاءات الجبائية بالنسبة لمرحلة الاستغلال لكن رغم هذا الجديد يجب بها الاستثمار لأنه يجب أن يدعم بما يليه أولا إصلاح النظام المصرفي والبنكي من خلال قانون النقد وقرض جديد صحيح حاليا رهي الحكومة تدرس في قانون النقد والقرض الجديد وربما خرج في اليومين هذا خرج قانون النقد والقرض لماذا قانون النقد والقرض؟ لأنه قانون النقد والقرض مهم جدا في استمرار الاستثمار لأنه هو اللي راح يضمن تمويل المستثمرين سواء المحليين والأجانب اللي يجوا يستثمروا في الجزائر ثانيا تفعيل برصة الجزائر من أجل توفير تمويل المستثمرين المحليين والأجانب لأنه البرصة كذلك يعني جهاز فعال جهاز فعال في عملية تمويل وإحنا نعرف أنه البرصة الجزائر مازلها بداية منذ إنشاؤها بمرسوم في سنة ثلاثة وتسعين إلى أنها ما زالها يعني بداية فيها عد محدود من المؤسسات والشركات فيها نظن ربع الشركات فقط لرهيم السعارة في البورصة حاليا وتتداول يعني الأسهم تحى والسندات تحى كذلك ما تحلش خلال كل أسبوع يعني فترة أسبوع تحل لمدة نظن يومين فقط في الأسبوع ثالثا إصلاح نظام الجبائي لا سيما فيما يتعلق باستقرار أنظمة ضاربية نظر نظام الجبائي يحتاج إلى إصلاح كما قامت دولة بإصلاح نظام البنكي قانون النقد والقرض نفس الشيء إصلاح نظام الجبائي كان في سنة 1991 إذن قانون ماليا سنة 1991 اللي يعني جاء فيه الإصلاح الجبائي من ذاك من ذاك العام ما زادتش قامت بالإصلاح إنما هي عبارة عن ماذا عبارة عن تعديلات في القوانين وهذه التعديلات في بعض الأحيان يكون عندها أثر سلبيك لسيما من ناحية استقرار الأنظمة الضاربية تكون أكتل لرجيم دين بوزيسيون اليوم لرجيم دين بوزيسيون ما راهيش مستقرة من هدرش فقط على الضغط الضاربين هدروا على الأنظمة الضاربية لراهي ما بين قانون ماليا وقانون ماليا وحدة أخر تتغير وتغير القوانين في كل مرة وهذا لا استقرار راح يكون عائق بالنسبة للمستثمرين هذا كل ما في جعبتنا من قراءة أو تحليل حاولنا أن نبسط إلى أبعد حد من أجل أن الجميع يفهم القانون هذا الجديد لأنه قانون مهم عرضناه في ثلاث فيديوهات وعرضنا أهم المراسل التي اجت فيها رغم أنه كان مواد ما اتطرقناش لها مواد ما اتطرقناش لها لماذا لأنه هذه المواد يعني نقوله كثيرة وكان بعض المواد حتى بعض المواد معقدة إلى حد ما هذا وش نقدر نقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته